ولكن بالنسبة للقرم هل تعتقد بأن روسيا وبوتين فتح على نفسه النار من خلال الدخول بهذه الحرب؟ نعم إذا نظرنا إلى العقوبات التي حصلت على روسيا سنجد أنها عقوبات طويلة الأمد هدفها استنزاف روسيا والضغط الاقتصادي والسياسي على روسيا وليس الضغط العسكري لم يتعلم من العقوبات التي فرضت عليه حين دخلوا إلى جزيرة القرم؟ كل العقوبات التي فرضت سابقا على روسيا هي عقوبات قابلة للتعامل السياسي معها إلا العقوبات الأخيرة هذه العقوبات الأخيرة هي عقوبات استنزاف لروسيا على المدى الطويل وليس على المدى القصير وهنا خطورة الوضع من ناحية روسيا هذا الاستنزاف على المدى الطويل يعني أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيحرك ملفات أخرى هذه الملفات الأخرى أين ستكون؟ هل هي الدول التي بدأت فيها روسيا عسكريا مثل الشيشان مثل أفغازيا مثل بعض الدول الأخرى؟ هل هي الدول التي تشهد نزاعات حاليا مع روسيا مثل اليابان مثلا مثل بعض الدول الأوروبية الأخرى؟ يعني إذا كانت فنلندا والسويد خرجت من حالة الحياد باتجاه الدخول في الناتو وباتجاه القبول بقواعد عسكرية أمريكية تعتبر تهديد مباشر لروسيا يعني لماذا تدعم الولايات المتحدة حاليا فنلندا والسويد؟ تريد أن تجعلها مقر للصواريخ المضادة للصواريخ فرط الصوتية ترجمة نانسي قنقر